مع تواصل العملية العسكرية وسقوط عشرات القتلى والمعتقلين دمشق تسمح للجنة دولية بتفقد بعض مناطقها ستوك هولم تصدر مذكرة توقيف بحقي مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاقتصاب بعد سبع سنوات الصين تسجل أول إصابة بمرض انفلونزا طيور في إقليم هونغ كونغ نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام أهلا بكم برأت محكمة مدنية أمريكية ساحة التنزاني أحمد خلفان غيلاني أول معتقل في سجن جوانتنامو يمثل أمام محكمة مدنية في الولايات المتحدة برأته من 285 تهمة من تهم الإرهاب الموجهة له حول الدور الذي لعبه في تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 ودانت المحكمة غيلاني البالغة من العمر 36 عاما بجريمة واحدة فقط هي جريمة التخطيط لتدمير أو إلحاق الضرر بالممتلكات الأمريكية وذلك باستخدام متفجرات بينما برأته من التهم الأخرى التي تشمل القتل والتخطيط لارتكاب جرائم قتل ويواجه غيلاني الآن حكما بالسجن لعشرين عاما على الأقل طلبت ممثلة الدعاء السويدية باحتجاز جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الإنترنت على خلفية مزاعم تتعلق بالاغتصاب وكان مكتب ممثلة الإدعاء قد بدأ في سبتمبر أيلول الماضي التحقيق في مزاعم الاغتصاب ضد أسانج من جهته وصف أسانج هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة وانتقد ما وصفه بالسرك القانوني في السويد علما أنه كان يسعى للاستفادة من قوانين حماية الصحفيين الصارمة التي تطبقها شهدت شوارع العاصمة اليونانية أثنى تظاهرات احتجاج على إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة شارك فيها قرابة سبعة عشر ألفا من الطلبة والمعلمين والعمال والمتقاعدين وقامت الشرطة اليونانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خلال مسيرة شارك فيها الآلاف بمناسبة ذكر انتفاضة الطلبة عام 1973 ضد المجلس العسكري الحاكم أنذاك والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك للاحتجاج على إجراءات التقشف الراهنة نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أنطونيو لوفيني بعد أربعة عشر عاما من فراره أهلا بكم من جديد تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ظل هاربا لمدة أربعة عشر عاما واعتقلت الشرطة المتهم أنطونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابهة للمافيا السقلية في نابولي لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم ثلاثين من زعماء العصابات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلة كاسالسي وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما أصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله في الختام تذكير بأهم العنوين غارة إسرائيلية تستهدف جماعة جيش الإسلام وتخلف ضحيتين في غزة استوكهولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاغتصاب بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدين